اشتركوا في القناة لكن ما حصل في العراق أو ما يحصل في العراق بين فترة أخرى بين حين وحين يعني ربما يجعلني وفكر في هذا الموضوع أكثر من مرة وما حصل يوم الثلاثاء الماضي 25 مايس حين انطلقت التظاهرات موجة جديدة من التظاهرات الشبابية تظاهرات أهل العراق ضد العملية السياسية وضد قواها الفاسد وضد ما يحصل في العراق استكمالا لثورة تشرين تكرر الحال نفسه وإذا ببعض الذين يقولون أن التاريخ يكرر نفسه يعني يكونوا ربما على حق في هذا الموضوع لأنه بعد سنة ونصف من انطلاق ثورة تشرين عام 2017 بعد أكثر من سنة ونصف تنطلق التظاهرات مرة أخرى موجة جديدة من هذه التظاهرات من هذه الثورة الشبابية الرائعة وإذا بالحال نفس الحال في تشرين أول عام 2017 قبل أكثر من سنة ونصف عندما انطلقت هذه التظاهرات عندما خرجت هذه الثورة كان عادل عبد المهدي ورئيس الحكومة وكانت نفس الأحزاب ونفس القوى التي تتحكم الآن هي نفسها التي تتحكم في ذلك الوقت قبل سنة ونصف نفس الميليشيات ونفس القوى الأمنية ونفس القوى العسكرية نفسها وإذا به تواجههم الحديد والنار والاغتيالات والقتل والسحل والاتهامات وكل هذا شهدنا وسقط أكثر من ألف شاب عراقي قتيل وسقطوا أكثر من 32 أو 33 ألف جريح والاغتيالات ومسلسل الاغتيالات واعتقالات ومطاردة الناشطين مستمرة من ذلك الوقت إلى هذا الحين ومرأة أخرى الشباب تنادوا وخرجوا في 25 آيار الماضي ومثلاثاء الماضي بعد أن كانت حكومة عادل عبد المهدي قد انتهت وجاء الكاظمي وقال ما قال وقال بأنه سيخرج قتلة المتظاهرين وأنه والبعض من أبواقه يدعون أنه خرج من رحم التظاهرات من رحم ثورة تشرين هذه الكذبة الكبيرة وإذا بالحال نفس الحال الكاظمي يردد نفس الحال يقول لقد أصدرت أوامري للقوات الأمنية وقوات العسكرية بحماية التظاهرات عدم استخدام الرصاص الحية عدم قمع التظاهرات مثل ما كان يقول عادل عبد المهدي عادل عبد المهدي كان يقول أنه أوامره واضحة لقوات الأمنية وقوات العسكرية وقوات الشغب مكافحة الشغب وهي مكافحة الشعب طبعا أنه لا تستخدمون القوة لا تستخدمون الرصاص الحية لا تستخدمون العنف تركوا أحمد التظاهرات وإذا بهم يقتلوا الناس وهؤلاء نفس الحالة وإذا بينا نشاهد نفس المشاهد التاريخ ويعيد نفسها مرة أخرى لذلك أنا قلت مقولة التاريخ يكرر نفسه يعني فيها عادل التفكير مرة أخرى يعني رغم ملاحظاتي ورغم كثير من ملاحظاتي عليها لكن الشخصية لكن الصورة تتكرر وإذا بقوة الأمنية والميليشياوية فقوة الحكومة هذه التي تحمي على أساس أنها تحمي التظاهرات وتحمي الرأي الحر وتحمي سلمية المغاوية والتظاهرات السلمية طبعا مثلما خرجت ثورة تشرين سلمية هذه خطوة من خطوات ثورة تشرين أيضا سلمية وإذا بهم مواجهونها نفس القضية بالقمع والرصاص وقنابل المسئلة للدموع والتضييق والاعتقالات ودخول سيارات مدنية للميليشيات وخطف ناس من الساحات وإذا بالفوضى تعم ويسقطت للشهداء ويسقط أكثر من 150 جريح والكاظم يردد نفس كلام عادل عبد المهدي إذن الصورة لم تتغير صورة طبق الأصل مما حصل قبل سنة ونص والآن بعد سنة ونص نفس الصورة الاختلف فقط الكذب والادعاءات الزائدة وهذه تعود عليها الشعب منذ عام 2003 لحد الله لا يسمع إلا كذبة لا يسمع إلا الدعاءات الفارغة لا يسمع إلا وعود كاذبة هذا حال الناس خرجوا في بغداد في ساحات بغداد وفي ساحات مدن عديدة في العراق وإذا بهم يواجهون بهذه القوى وكعادته مثل ما فعل عادل عبد المهدي يفعل الكاظمي مثل ما فعله نور المالك ومثل ما فعله العبادي حيدر العبادي وغيرهم مثل ما فعلوا في تشكيل اللجان شكل الكاظمي لجنة وهم أكثر اللجان في العراق مئات الآلاف من اللجان شكل لجنة للتحقيق في كيفية حصول هذا هو اعترف يعني بتشكيل اللجنة اعترف بأن هذه القواته هذه القوات التي يدعي أنها قواته وأنه قادر عن قوات مسلحة قامت بانتهاكات كبيرة ضد المتظاهرين ضد الناس السلمين الذين يطالبون بوطنهم لكن الصورة يعني هكذا يعني نقول عنها طبق الأصل لأنها هكذا الشعب ما زال يرفض العملية السياسية وكل قوى العملية السياسية يرفضها بشكل واضح ويطالب بإسقاط النظام ويطالب برحيل العملية السياسية وكل قواها وهذا هو التغيير عنده والقوى السياسية تتحزن بالميليشيات والقوى الأمنية التي هي جزء من الميليشيات بمواجهة الشعب إذن الصورة طبق الأصل في أن الشعب العراقي الصورة في العراق يعني توحي أو هكذا تثبت أن هناك يعني جزئين قسمين قسم الشعب وقسم الحكومة وميليشياتها والعملية السياسية وكل أحزابها وقواها هذا القسم قسم العملية السياسية وكل قواها وكل أحزابها وكل ميليشياتها وكل أجرامها واستبدادها ضد الشعب الصورة هي هي طبق الأصل لذلك التاريخ ربما يعني في هذه الحادثة يتكرر ربما في العراق فقط هذا دولاب الأحداث يدور بنفس الاتجاه لأن القوى هي هي نفس القوى نفس التفكير نفس المنطق نفس الكذب نفس الادعاءات قتل وانتهاكات وتنكيل منهج ثابت لديه هذا الشعب يعني يريد حريته يريد وطنه وإذا بهذه الحكومة حتى قبل انطلاق المضاهر يعني حتى عند التحشيد لها قبل يوم 25 آياء حشدوا لها وإذا بالقوات الحكومية أيضا تحشد في الشوارع وتجعل من شوارع بغداد والمدن العديدة في العراق إلى ثكنات عسكرية ثكنات من ميليشيات وقوى وأسلحة يعني وكأنهم يحاربون عدو وهم فعلي يعني استصرفون معه كأنه عدو يستخدمون كل الرصاص الحي يستخدمون كل قوىهم كل إمكانيتهم لقمح هذه التظاهرات واستخدمت كل أبواقهم أيضا وكل سياسيهم لاتهام الناس أنهم أولاد السفارات نفس الشيء مدفوعين من قبل السفارات يريدون تأجيل الانتخابات هذا ما يدعونهم هذا الشعب رافض الانتخابات أساسا لا يريدها ولا يشارك بيها فبالتالي الصورة تتكرر الوضع على ما هو عليه حال العراق من سيء إلى أسوأ الصورة تبقى الأصل منذ انطلاق ثورة التشري لحد الآن الشعب ما زال يرفض العملية السياسية يرفض قواها ويرفض الفاسدين ويرفض وجودهم والحكومة ما زالت مصررها رغم تغييرها من عادل عبد المهدي للكاظمي رغم تغييرها رغم ما قالوا عن التغيير إلا أنها ما زالت نفي نفس المنهج منهج التنكين منهج القتل منهج التخوين منهج القم هذه هي الصورة الحقيقة وهذا ما حصل يوم 25 مايس ويثبت أن الشعب العراقي على حق وأن ثورته على حق وأن الثورة ماضية إلى طريقها وأن هذه القوة ستنهار في لحظة قادمة لا محال ولن تنجو من غضب الجماهير من هذه الموجات التي تتجمع واستولد الموجة الكبيرة التي تزيح كل هذا الفساد وهذا الخراب الذي حل بالعراق منذ 18 سنة إلى هنا أعزائي المشاهدين يكون قد وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير ولتقيكم في حلقتنا أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر